هيدا البودكاست من إنتاج حكواتي أهلا وسهلا فيكن ببودكاست أبو معي أنا واردة أبو ظاهر موضوع حلقة اليوم هو الخزالين يلي ممكن يصير بعلاقاتنا العديد إن كانت عائلية صدقات أو علاقات حميمة أولاً شو يعني خزالين؟ الخزالين هو شعور سلبي منحسه لما يلي بيصير معنا ما بيتناسب مع الشي اللي نحنا توقعنا إنه يصير ممكن يكون بطريقتين ممكن شخص يعمل شي نحنا ما كنا متوقعين إنه ممكن يعمله أو العكس كنا متوقعين شي من شخص بس ما عمل هاي السلوك كيف يعني رح أعطي أمثلة وكل الأمثلة يلي رح أذكرها بهاي الحلقة هي أمور ذكرتوها لما فتحت الموضوع على السوري ومن بعد ما ننشر الحلقة رح كفة نشر أجوة بإضافية من يلي شاركتوهم مثلاً كيف ممكن حدا يجرحني عبر القيام بسلوك أنا ما كنت بتوقع إنه يعمله مثلاً كتير نذكر إنه شخص فل من دون ولا تفسير هيدا واحدة من الأمور يلي ممكن تحسسني إنه هالشخص خزلني فل ما فسر لي هو ليش فل كمان ممكن يكون إنه في شخص معين قام بسلوك خبرته شي وراح خبر أشخاص آخرين فأنا وقتها خبرته توقعت إنه هو يحفظ السر بس هو ما حفظ هيدا السر ممكن كمان السلوك بإنه شخص ما يعمل سلوك نحنا كنا متوقعين إنه يعمله فأنا عيد ميلادي بتوقع شخص قريب مني إنه يعيدني إذا هالشخص ما عيدني رح حس إنه هو عم يخزلني هيدولي أمثلة بسيطة ممكن كمان نشوف أمثلة بتكون معقدة أكتر أكبر ممكن يكونوا من الأهل ومن الأشخاص المقربين اللي بهم نقول إنه بغض النظر على شو نوع الخذلين يلي نحنا منحسه أو شو السلوك يلي خلينا نحس بهي الشعور هو شعور سلبي وبيوجع ما إنه شعور حلو نحنا هيك منحسه وبيقطع ببساطة لا هو شعور عن جد بيوجعنا بيحسسنا إنه في شي نهز تغير شي بحياتنا تغير يتمثل كأنه نظرتنا للشخص يلي نحنا عم نحكي عنه مش بس إنه أنا زعلت من هاي الشخص عامل شي وزعجني لا هي بتروح أبعد من الحزن بتوصل لمحلات إنه أنا بحز إنه عن جد هيك ما توقعت إنك تعمل هيك نزلت من عيني أو نظرت لألك تغيريت هيدا الشي اللي نحنا منحكي عنه لما نحنا منقول خزلين أي نوع من الخزلين إن كان من العيلة أو من الأصدقاء أو من الشريك أو من الشريكة دايماً 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 بيخلينا نحس بهيدا المشاعر أكيد ممكن يختلف نوع السلوك والشخص يلي بيعمله على تأثيره علينا بس ولا مرة تستخفوا بهيدا الشعور يلي أنتو بتحسوا هلأ بيسألوا أشخاص من وين بيجي هيدا الشعور من أكتر من محل أو ليش نحنا منعيش خزلين من أكتر من أسباب في أسباب ممكن تكون متعلقة فينا نحنا كأشخاص ومن توقعاتنا يلي منحطها من حالنا ومن المواقف يلي بتواجهنا بالحيات يعني مثلاً كتير أوقات بسمع أشخاص بيقولوا إنه أنا رح أبقى بهيدا الوظيفة مع أني مش مبسوطة ومش مرتاحة وعم بتعرض لكتير أمور سلبية بس رح أبقى لأن الوجع يلي عم معيشه هلأ هو فترة لحتى أنا أوصل على الشي اللي بدي أوصله يلي هو هدف عندي ومعيش هالشخص فترة كتير طويلة هالقدة عم بيحس أمور سلبية وبيوصل للهدف تبعه وبيلحظة بيحس إنه لا ما كان بيستاهل هالهدف إنه أنا هالقد أتألم أو يمكن كيفيني أوصله بطريقة إيجابية أكتر فهو أنا في نقطة كتير أساسية لما منحط منقعات على حالنا لما منحط حالنا بمواقف معينة صعبة كتير أساسي إنه نحنا كأفراد نعرف وين رايحين وننتبه شو هي الخطوات اللي نحنا عم نعملها وكيف نحنا عم نوصل حالنا لعي الهدف هل أنا معمة عن كل الطريق بس كلمة أوصل للهدف وهل أنا عن جد هالهدف بدي أوصله ولا بفترة معينة كان بدي إيه بعدين فجأة حسيت إنه لا أنا وين رايحة فهوني في نقطة كتير أساسية وكتير مهمة دايما نركز على المشوار مش بس على الهدف طبعا لأنه لما بس منركز على الهدف كتير ممكن نحس بهيدا الخزالين من نفسنا هيدا واحدة من الطرق يلي نحنا فينا نحس فيها بخزالين طريقة أخرى من نحس فيها بالخزالين هو لما بيكون في شي أكتر خارجي أمور خارجية وأشخاص خارجيين بيحسسونا هاي الشعور عامة سبب هيدا الشعور ونحنا من حتى وقعات أكتر من ما الشخص قادر يعطينا هاي الشي ما بيعني إنه ظنبنا كتير بهمني دايما هون وضح أنه لما بنحكي عن الخزالين دايما الأشخاص بيقولنا إيه أنت سقط في أكتر من ما لازم إيه أنت عملت هيك هيدا الشي مش صح ومش دقيق لأنه نحنا كأشخاص بطبيعتنا رح نوسق بالناس ما فينا نعيش كل حياتنا عم نتشكيك بكل الناس اللي حولنا تخيلوا أنه أنا عايشة مبوثة ولا بإمي ولا بخي ولا ببي ولا برفقاتي طيب أنه كيف بدنا نعيش كيف بدنا نتصرف هلا رح نحكي أكتر عن هيدور الأمور بس دايما لازم ننتبه أنه تكون توقعاتنا منطقية كيف منحط توقعات منطقية رح أحكي فيهون بعد شوي بس هون بهم نذكر ووضح أنه مش الزنبنا لما نحنا منتعرض لخزالين نقطة تالتة كمان بتخلينا نحس بالخزالين الدائم هو لما نحنا منكون دايما متوقعين بمحل أنه نحنا دايما رح يصير معنا قصة سلبية نحنا كأشخاص عايشين من طفولتنا يمكن بسبب صدمات بالطفولة أنه نحنا دايما شايفين أنه القصص البشعة بتطير لألنا وكل ما منعيش نحنا شي منضل حطين هيدا التفكير السلبي بالموضوع فلدرجة أنه نحنا منكون ماشيين بهالموضوع ومقتنعين فيه وماشيين فيه ومنركز كتير على لما يصير فلما بيصير معنا قصص إيجابية ما منركز عليها بس لما بيصير معنا شي سلبي منحس بخزالين كتير كبير وكأنه عن جد الحقيقة حطا حطانا ومصرة أنه هي ضل تعطينا هيدا الشي يالي هو الشي مش دقيق أبدا لأنه نحنا بالحياة مثلنا مثل كل الأفراد لما نحنا منقدر نزين توقعاتنا ونمشي بالخطوات مثل ما مفروض كنا عم تمشي كلنا عنا فرص بأنه نكون عم نوصل للأساس اللي نحنا منتمنيها فهيدا التفكير كمان بيلعب دور بس برجع بذكر ممكن يكون أسبابه الطفولة طبعنا والصعوبات اللي عشناها بتطفولتنا وطريقة التربية اللي نحنا عشناها وأهلنا عشونا إياها فمش شي نحنا يمكن عنا سيطرة عليه بس اللواعي عليه بيساعدنا أنه نحنا نقدر نتعامل معه ونتخطي تالت نقطة حابي أحكي عنا اليوم هو كيف بتعامل مع هالخزالين بوقتها أنا هلأ اتعرضت للخزالين هلأ هلأ من ديقة من ديقتين مش عم بحكي عالمدى البعيد من ديقتين تعرضت لهيدا الشي ريت كووت مرة وهيك كتير لفتتني أنه الخزالين مثل الموجة الموجة اللي بالبحر هو الشي نحنا رح نطلع وننزل ممكن تكونها تطلعها والننزلة قاسية مش سهلة وبتاخد شوي وقت بس بدنا نجرب أنه نحنا نطلعها ونرجع ننزله شوي شوي لحتى نقدر نتخطيها فرائدة وايل تباس فإدي حلوة الجملة أنه طلع على هالموجة لكانت خلصة تستمتع فيها ومش بالمعنى الإيجابي اللي استمتع بس أنه منقطعها لهيدا الفترة فهو هنا في نقطة كتير مهمة أنه عن جد في مواقف بالحياة ومشاعر بالحياة بدنا نعيشها يعني أنا ما فيني إجي أتوقع أنه رفيت ما تعزمني عرسة وأنا ما أزعل أنا ما فيني أتوقع أنه يقطع عيدي وما يعيدني وأنا ما أزعل أنا ما فيني أتوقع أنه اكتشف أنه بيعا بيخون أمي وما أزعل ما فيني حتى مثلا أتوقع أو شوف أنه الزوجة اللي كان دايما يرسم لحياتنا مع بعض على أنه هي مشاركة بسرنا ببيت واحد عم يتصرف معي بطريقة تانية مختلفة ما فينا يعني مش منطق أنه نحنا نتوقع من حالنا أنه نحنا ما ننخزل يعني هيدا شعور ونحنا بدنا نعيشه ما فينا نجي نقول أنه لا أنا مش رح أزعل لا بدنا نحسه لهيدا الشعور بدنا نطلع على هاي الموجة نحس المشاعر وشوي شوي نتعامل معه هيدا أول نقطة تاني نقطة لما من روق شوي هون بنرجع نحنا فينا نفكر شو بدنا نعمل نقطتين كتير أساسيتين فينا حسب نحنا كيف منرتاح وهيدا خيار شخصي في ناس بيحبوا يقعدوا مع حالهم يفكروا بالموضوع يجربوا يفهموا وبعدين يحكوا فيه وفي ناس بفضلوا أنه يحكوا فيه لحتى يقدروا يفهموا المهم نعمل هيدول الخطوطين واحدة منهم أنه نحنا نعبر نطلع الأمور من جوتنا ممكن مع الشخص بحد ذاته أنه نحنا نجرب نفهم شو صار بس هيدا بعتقد عامة بتصير شوي بمرحلة متقدمة أكتر ممكن مع شخص آخر بنوسق فيه صديق أو حدا من العيلة بقدر أحكي معه ممكن حتى نلجأ لمعالج نفسي ممكن نكون عم نتعامل مع هيدا الموضوع من عشاطات أخرى يمكن أنا بحب أكتب بحب أرسم أو أي طريقة أخرى بتساعدني أنه تطلع هالمشاعر اللي جويته ولا مرة التعامل مع المشاعر بالكبت بيكون حل أنه لا أنا هلأ بتخطي هالموضوع ومن أول حدا وآخر حدا بيصير معه هالشي فيالله لا تير أساسي أنه نحنا نواجه ونتعامل مع هيدا الشعور شوي شوي بالطريقة يلي بتريحنا تاني نقطة اللي يجب أن نكون عم نعملها هو أنه نفهم نفهم شو صار شو اللي صار غلط وين صار هالسوق التفاهم بهالقصة كلها لحتى نحنا وصلنا لهون لهالقدة أنا نخزلت من شخص يعني أما عم بحكي أنه شخص زعجني أو الشخص عامل شي كنت بتمنى أنه ما يصير لا لا فيه خزلين يعني فيه شعور هالقدة كبير أنه أنا أحاسس أنه هالشخص خزلني نزل من عيني فهيدا شعور كتير مهم وكتير أساسي جاري بنفهم شو صار هل هالشخص كان فيه شي لازم يفسره ما فسره هل هالشخص عم يقطع بيظروف معين أنا ما عم بفهمه هل أنا عطيت مجال أكتر للعلاقة أو أنا ما كتمنت به وبرجع بقول نحنا ولا مرة منلوم الشخص على الشي اللي بيصير معه من شخص آخر بس أكيد أنه نحنا بمحلات فينا نكون عم نتعلم من الصعوبات اللي منقطع فيه ومن الخزلين اللي ممكن نكون عم نعيشه هلأ من الأمور اللي نحكى فيه كتير بالستوريز أنه أوقات بيكون هالشخص حدا من العيلة فأنه نحنا لما منقول هالشخص طديق أو الشريك أوكي خزلني كيف إذا الشخص اللي خزلني هو إمة أو بي أو حدا أنا كل يوم بشوفه كل يوم بقعد معه وبمحل مجبور أو مضطر أنه أعمل هيدا الشي دايما لما بيكون في سوق الصلوك عم يصير من الأهل شو ما كان نوع لهيدا سوق الصلوك علاقة سهمة بيناتنا عملوا شي خزلنا طريقة التواصل طبعهم معنا ما منحبه وغيرا من الأمور اللي ممكن تصير دايما منحط احتمالين أساسيين أولا هو أنه نحنا نكون عم نحط حدود بهيدا العلاقة هلأ بحكي شوية أكتر عن الموضوع والتاني واحدة هو أنه نحنا نقطع العلاقة قدي صعب أنه نحنا نقول هاي الجملة بس أنا بهمني دايما نقول أنه بي محلات معينة ربينا بالمجتمع أنه شو ما عملوا أهلنا عادي هيدول أهلنا بالنهاية بس بي محلات كتير مهم نعرف أنه لما نحنا منكون متفهمين محالنا ومتصالحين محالنا وفهمين الأمور كيف عم بتصير وهلأد هيدا العلاقة عم تأذينا مش آخر الدنيا ومش نحنا سيئين إذا قررنا نقطع العلاقة هيدا خيار نحنا فينا نعمله بس أكيد الخيار يلي هو ممكن يكون أقرب لألنا وبيعطينا سلام لألنا أكتر هو أنه نحنا نحط هالحدود أنا ما بنهل العلاقة تماما مع الشخص بس أنا بخلي هيدا العلاقة تكون ضمن حدودها ما بخلي هالشخص عن جد يكون إله تأثير مباشرة على حياتي إن كان بتحديد هاي الحدود وبإنه ما خلي يوصل لمحال يأثر علي وبمحال تاني إنه أنا كون عم بعرف اتعامل مع مشاعري لما هالشخص بيعمل سلوكية بتزعجني شو الفرق بين الاتنين؟ كتير في فرق بين إنه أنا شخص حط حدود بمعنى إنه بخفف المرات اللي أنا بشوفه فيهم مثلا إذا أنا بكون مثلا بعرف إنه لازم كون روح عند أهلي مثلا إذا أنا مش عايشي معهم بس أنا لازم كون عم روح عند أهلي خمس مرات بالأسبوع فين ناقصهم ليصيروا ثلاث مرات بالأسبوع مثلا هاي واحدة من الأمور اللي أنا بعملها لحتى خفف احتمالية إنه هن يعملوا شي بس بالوقت نفسه في ثلاث مرات أنا رح روح فيهم فممكن يكونوا عم بيقولوا أو عم يعملوا أصص عم تزعجني بهيدول الثلاث مرات اللي أنا بدي أشوفهم فيهم بدي أجرب مرن حالي قبل بوقت إنه هاي سولوكيات رح تصير فأنا ما رح خلي هالشي أسر علي أو رح كون عم بتأكد إنه التأثير يكون بأقل ضرر ممكن مش دايما بنقدر نسيطر ومش دايما بنقدر نتعامل مع هاي الموضوع بس هيدا جزء من المشوار وكتير أساسي إنه نحنا نكون منتبهين على تأثير الناس علينا أو الشي اللي بيقولوه أو بيعملوه علينا ما في شك برجع بقول لما بيكونوا الأهل نحنا دايما نربينا إنه الأهل رح يقدموا الأفضل رح يعطونا أحلى أمور وممكن نحنا نكون نطرين الأمان رح يكونوا الأشخاص يلي بيسمعونا فكيف أنا بدي حس إذا أمه هي الشخص يلي كل الوقت بيتمسخر علي كيف رح حس أنا إذا أمه هي شخص دايما وهذا مثل اللي ذكرته أحد الصبايا هي حدا دايما بيدافع عن الذكور وبتعتبر إنه المطالبة بكل حقوق المرأة هو شي سلبة فهي عم تأزيني لأنه عم تأزيني لأفكاري كمان هيدا الخذلين بالأشخاص يلي حاولنا صعب مش سهل خاصة لنا الناس اللي نحنا بنتوقع إنه هن يقاوونا وإنه يكونوا استناد لألنا فهون برجع بقول مع الأهل الموضوع مش سهل بس نحنا بنجرب نحط حدود هيدا الحدود بتكون عبر تخفيف الأوقات اللي نحنا بنكون موشودين معهم بنجرب قدمة فينا إنه نحنا نوضح القصص اللي بتزعجنا يعني أنا لما بيكونوا عم باتي مثلا مش متعلق بالخزلين تحديدا بس أما أنا بتكون إما كليلوقات بتقول لي عقباليك 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 وأنا هيدا الشي ما بحبه لازم بمحلات إلا أنه ما بقى تحكي معي بهالموضوع كون شوي هيك ثارمة بالشي اللي أنا بيقوله مش يعني هي رح توقف تقول هالشي بس ممكن عند القليلة تفكر مرتين قبل ما تحكي الجملة فهون كتير مهم إنه نجرب نوضح القصص اللي نحنا ما بدنا إياها تصير ونجرب قدمة فينا نخفف من احتمالية إنه نحنا نتواجه بمواقف أو نتواجد بمواقف بتخلينا رح أحكي بصورة عامة شو هي الخطوات اللي نحنا فينا ناخدها بحياتنا لحتى إذا بدكن نعمل وقاية من الخزلين أو نعرف إنه نحنا عم نحط أو عم نجهز حالنا لحتى ما نتعرض لهيدا النوع من السلوك مش يعني ما حنحصه لهي الشعور ومش يعني ما حد رح يخزلنا بالحياة بس على الأقل منكون نحنا مجهزين حالنا شوي أو محصنين حالنا ما كتير يصير معنا هيدا الشي أول واحدة هي إنه نحنا نحط حدود ذكية مع الأشخاص أنا بدي أعرف إنه أنا الشي اللي بدي حطه مع هالناس ما في حدا بيفوت على حياتي وبيصير بيغزوا بحياتي حدا مش موجود بيصير كل يوم كل يوم موجود بيعرف كل شي عنه كل شي صار بينتنا مفتوح ومباح ما فيه الشي كتير مهم ننتبه كتير منعرف ناس بعد قد كل حدا حولنا بيعرف حدا هيك على الأقل بيكون رفقة مع حدا ومنحسون عايشين مع بعض هؤل الأشخاص فجأة هالشخص بيختفي من حياته بيبطله بيحكوا مع بعض بيصير في حدا تاني وبيصير في هيدا الباترن هيدا الدوامة دايما موجودة بحكي معه كتير علاقة كتير 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 وطيدة بتنتهي ما بيعودوا بيحكوا مع بعض على شوية بيصيروا بيحكوا على بعض وبينتقل هالشخص لعلاقة تانية لأنه هالشخص ما بيعرف يحط تحدود نحنا لما منكون أصدقاء مع أشخاص أو بعلاقة مع أشخاص هالشي ما بيعني أنه أنا حياتي صارت مرتبطة بهالإنسان وكل تفاصيل بحياتي هالشخص يزم يكون فيها حياتي هي حياتي وكل شخص بيفوت على حياتي هو قيمة مضافة أكيد وشخص أنا بحب كون معه بشاركه بعض الأمور يلي بتصير بحياتي بس ما أنا بيصير هو أعايش حياته معي بيناتنا مين ما كان الشخص يلي نحنا معه تاني نقطة هو دايما نذكر حالنا أنه ما في حدا بالكون بيقدر يعطينا كل شيء نحنا بدنا ما في مش موجود ما في أصدقاء بيكونوا بنفس الوقت للسهر وللأحاديث العميقة وللدرس وللشغل وللطبخ وللأكل يلي ما نحبه وللظهر على المطاعم وللفي أبكير وللسهرات لما بنا نسار ما بتزبط كل أشخاص عنده نوع حياته معين وكل أشخاص هنه تركيبة من كذا شغلة فأنا للحاجات تبعي مستحيل يكون في شخص تاني عنده إياهون مية بالمية هنه نفسهم ما بتصير بيضال في الشي هالشخص ما إنه قادر إنه قادر وممكن ببعض المحلات إنه هو يعمل هالشي كرمالي مش غلط بس نحنا لازم ننتبه إنه ما في شخص قادر يعطينا كل شي بكل الوقت فما تكون تواقعاتنا هالقد عالية وما نكون نحنا ربطين حالنا بشخص آخر نقطة كمان كتير مهمة وكتير أساسية هو إنه نحنا نعبر عن شو بدنا أنا شو متوقع من هيد العلاقة شو نوع هالعلاقة إذا في شي أنا ما بيريحني أو بيزعجني أو شي أنا بحبه قول شو هنه لحتى يكون واضح لشخص اللي بيوجري شو نوع هالعلاقة وكيف أنا بحبه وشو الشي اللي بيحفزه وشو الشي اللي ممكن يكون عائق فيها نقطة كمان بتلعب دوري كتير أساسي هو العطاء نحنا قدام نعطي بشوف أوقات أشخاص بعلاقة وهيدي واحدة من الأمثلة اللي نذكرت رح تسمعه صوت ورقة بس بدي قليل كل المسألة اللي كتبته هون تركني عموقف تافي وأنا متحملة منه شرب وإهمال ومعاملة سلبية عم تتخيلوا الموقف يعني هي نحقيت حسيت بالخزالين لأنه أنا عملت كل شي كرميله وضحيت بكل شي كرميله كتير كمان ناس قالوا أنه أنا عملت كل شي حربت الدني كرميله وتركني قدين إحنا عم نعطي كتير 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 أكتر من ما نحنا عم ناخد هيدا الشي بيحسسنا ب عنجات خزالين كتير كبير بس بمحال كمان إحنا عطينا أكتر من ما مفروض نكون عم نعطي أنا ما فينا اتحمل أهمال من شخص أنا ما فينا يكون عم بتحمل شرب وعنف من شخص أنا ما فينا يكون عم بتحمل أنه شخص ما عم يعمل ولا شي وبالمقابل أنا عم حارب الدنيا كرميله بنا نكون شوي نحنا لطيفين مع ذاتنا نتوقع من الشخص على القليلة شي من يلي نحنا عم نعطيه فبمحال النقاط الكتير أساسية هو أنه نحنا ننتبه نحنا قده عم نعطيه لأنه الشخص يلي أوقات بيكون عم بياخد بياخد من دون نوعي وبياخد 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 وما بيفكر يعطي لأنه بيحس أنه نحنا ما عم نطلب وما إحنا مش متوقعين منه شي بس بالوقع نحنا متوقعين لأنه نحنا قده فينا نضاين ما في حدا بيضاين بس عم يعطي فهيدا نقطة كمان كتير مهمة وكتير أساسية نقطة أخرى كمان كتير مهمة هو أنه ناخد وجهة نظر الشخص الآخر أو قاد عن جد الشخص ما بيكون واصل أو قاصد السلوك اللي نحنا شفنا بيصير سوطة فيهم بالحياة ما عم بقول أنه الخزالين من شخص عم بيخون في وجهة نظر يعني لا أكيد في قصص ممكن نسمعها من الشخص بس أنا عم بحكي على المواقف اللي نحنا ممكن نواجهها بالحياة عن جد أوقات نحنا منوصلنا رسالة ومنفهمها ومنحللها بطريقة وبيكون في وجهة نظر مختلفة تماما للموضوع كتير أساسي أنه نحنا نجري بنشوف ونفهم وجهة نظر الشخص الآخر وتعم بحكي هلأ على وجهة النظر تذكرت كتير أوقات بيوصلني رسائل من أشخاص أنه تركنا أو تطلقنا بس هلأ عبالة إرجع غير أنه بمحلات في أمور نفسية وفينا نحكي فيهم بحلقة تانية أنه ليش نحنا بعد ما نترك ونبعد عن العلاقة من حنلة بعيدا عن هي النقطة بيهمني نذكر نقطة كتير أساسية أنه نحنا لما منقرر أنه نفصل أو ننهي علاقة أو نطلق أو غيرها من الأمور اللي ممكن تصير معنا بالحياة كتير مهم أنه عنجد ندرس خياراتنا مظبوط نحط الإجابة والسلبة بسلة ونشوف إذا نحنا كأشخاص قدرين نوازن هل هالعلاقة عنجد لازم تنتهي أو فيه شي نحنا فيه نشتغل علاقة وهل أنا عم بتسرع لأنه أنا هلأ مخنوق ومش عم فكر مظبوط ومش شايف العلاقة بطريقة مثالية أو بطريقة سليمة إذا بتكون مش مثالية فهيدا شي كتير مهم وكتير أساسي أنه نحنا كأشخاص نتذكر القصص الإيجابية والقصص السلبية بالعلاقة ونجرب نشوف شو هو الشي اللي نحنا قدرين نمشي فيه هل هيدا الشي اللي صار بهالعلاقة على الرغم من أنه هو كسر شي جواتي أو زعلني أو زعجني أو حسسني بهالخزلان هل هو شي بيمس بالمبادئ الأساسية طب حياتي أو هو أنا شي بقدر وضح للشخص اتعامل مع الشخص بالموضوع وجرب ناقش وشوف إذا نحنا بنقدر نوصل لحل مش دايما ان الخزلان بيودى لنهاية عليها ممكن يكون موقف معين نحنا حسيناه عشناه مع الشخص وقدرين أنه بالتعاطي وبالتواصل أنه نحنا نحل فكتير أساسي قبل ما نحنا نكون عم ننهي قصص أنه نحنا نكون بوضوح عم ناخد ومنعطي نحط القصص بميزان ونتأكد أنه الخطوة التي عم نعملها هي سليمة أخيرا ومش آخيرا عن هيد النقطة تحديدا هو أنه بمحلات لازم نمشي مش دايما الخزلان أو العلاقات بتتصلح أكيد بمحلات بتتصلح بس بمحلات بدنا نمشي بمحلات بدنا نعرف أنه في صداقات ما بتكفي أنه في ناس مش صحة أنه نبقى معهم وسبق وحكينا بحلقة كمان عن الصداقة الصحية والغير صحية كمان هاي الحلقة كتير ممكن نساعدكم أنه تفهموا أكتر الأمور كيف بتصير أو أمتى الصداقة بتحمل أنه أنا اسعى أنه زبطها وأمتى هالصداقة عن جد ما في أمل منها بس أنه أنا عم بعطي وبعطي وبعطي لأنه ما بدأت خلى عنا إن كان لأنه هالشخص بيعنيله أو إن كان لأنه طويل صار لوقت وغيرها من الظروف كتير أساسي أنه نحنا عن جد نعرف أنه بمحلات شو ما كان لازم نوقف ونقول خلص خلصت هاي هي ما بقى فينا امشي فيها أكتر ولا بقدر اتحمل أكتر بهذه القصة نقطة أخيرة قبل ما أنهي الحلقة بمحلات كتير الخزالين هو بمثابة صدمة نفسية من عيشها إن كان كان حدا صغير اكتشف إنه حدا من أهله عم بيخون الشخص الآخر وتهزهز تسأته بالعلاقات وبأهله وبصورة الأب وبصورة الأم أو مواقف أخرى ممكن تحطنا فيها الحياة كتير مهم نعرف إنه الخزالين لما بيكون عم بيأثر على حياتنا اليومية وهلأ حقاعت أمثلة مش غلط أو بالأحرى يفضل ولازم نكون عم نروح لعند معالج نفسي نشتغل على الموضوع بالعلاج النفسي لحتى هالشي ما يأثر على نظرتنا للحياة بصورة عامة وعلى أداءنا اليومية فلما بتحسوا إنه ما قدرين تتعاملوا مع مشاعركم أو ما عم تقدروا تركزوا ما عم تكون النشاط والحيوية أو هيك المحافزات لحتى تقوموا بنشاطاتكم اليومية لما بتحسوا إنه علاقاتكم إن كانت علاقات العمل أو علاقاتكم الشخصية عم تتأثر أكلكم عم يتأثر نوعية الأكل طبعكم أو كمية الأكل يلي عم تاكلوها أو عم تكون كتير أكتر من العادة أو عم بتكون كتير أقل من العادة يعني حاسين في تغيرات فيها لما بتحسوا إنه خلص كل شي رح يصير معي سلبة وأنا حز هيك بالحيات وما رح أحصل عشي إيجابي ومن علاقة لعلاقة عم بتراجع وكل مرة أضرب من مرة وأنا ما بستهل وغيرها هاي كلها علاج نفسي بحاجة لتعامل مع هيد المشاعر وهي الأفكار لحتى نقدر ننظر للحياة بنظرة بتساعدنا إنه نحنا نتقبر الخطوات ونعيشها ولا مرة تضلكم عايشين بهالمشاعر السلبي لوحدكم ما حدا بيستهل أو بيستحق إنه يعيش هيك شي فدايما نواجه هاي المواقف والمشاعر بتعامل معها باللجوء للأشخاص المختصين بإنكم تجربوا قدما فيكم تحترموا حالكم تحبوا حالكم توثقوا بحالكم إنه إنتوا قادرين تطلعوا من كل هاي الصعوبات بطريقة حلوة بطريقة مريحة بطريقة بتوسلكم إنكم تعيشوا الأمور مثل ما إنتوا بتحبوا تكونوا عم بتعيشوا أخيرا بيهمني أقول الخزالين شعور كتير صعب يلي عاشوا بيعرف أده هو صعب إن كان من صديق أو صديقة إن كان من حبيب أو حبيبة إن كان من الأهل أو من أي شخص آخر من واجهوا بالحياة حتى أشخاص معنا بالشغل بيوجع بيخلينا نحس حالنا كأنه الدني فجأة هيك برميت فينا وما فهمنا شو صار فلما بتحسوا هاي المشاعر سمحوا لحالكم إنكم تضيقوا لأنه مش سهل نعيش هاي الشعور بس ارجعوا راجعوا المواقف وشوفوا شوش اللي فيكن تعملوا لحتى تحسنوا هيدا العلاقات وتحسنوا عليقتكن مع حالكم مع الحياة ومع الناس يلي حاولكن شكراً كتير لكل يلي سمعوني ما تنسوا تتابعوا صفحتي على انستغرام لأرسل أسئلتكن وتشوفوا أكتر وأكتر شو رح نحكي عن هيدا الموضوع في كل تلقونا على جميع التطبيقات وما تنسوا تشتركوا بالبودكاست وتشاركوا باي باي